النفط وإنتاجه وتصديره والصناعات المرتبطة به ووارداته وطريقة إدارتها باتت بمجملها ملفات تتطلب في وقتنا الراهن وفي العراق على وجه الخصوص دقة وحذرا ودراية كبيرة في التعامل لما يمثله النفط من أهمية للاقتصاد الوطني ومما لا شك فيه أن العراق الذي يملك ثالث أكبر احتياطات نفط في العالم والذي يعتبر من أوائل المنتجين كان من أكبر المتضررين من جائحة كورونا وتداعياتها التي أثرت بشكل كبير على الأسعار في السوق العالمية بسبب انخفاض الطلب على النفط ومن هذا المنطلق بدأت مساعي الحكومة ووزارة النفط لتعزيز إنتاجها ضمن خطة متوازنة مع منظمة الدول المصدرة للبترول أوبيك بهدف زيادة أسعار البترول حيث أكد وزير النفط إحسان إسماعيل عبدالجبار التزام العراق باتفاق أوبيك بلاتس وإنه لن يطلب الاستثناء من قرار خفض إنتاج النفط خشية حدوث انخفاض جديد في سعر البرميل في الأسواق العالمية المؤشرات الجديدة تظهر أملا يتمثل في تعاف بسيط في أسعار النفط لتصل إلى مستوى خمسين دولار في مطلع العام المقبل الموازنة الاتحادية وضعت على أساس سعر متوقع للنفط يبلغ اثنين وأربعين دولار وهذا يعني أن أي تعاف للأسعار سيلقي بظلاله الإيجابية على الوضع المالي للعراق وزارة النفط تسعى إلى رفع الإنتاج إلى سبعة ملايين برميل يوميا بحلول عام الفين وخمسة وعشرين إضافة إلى استغناء البلاد عن البنزين بعد عامين من الآن فضلا عن خطط للجوء إلى الطاقة البديلة وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للطاقة تماشيا مع التوجه العالمي بهذا الشأن هذه الخطط والمشاريع المرتبطة بها تهدف إلى تعزيز الإنتاج بغية زيادة إيرادات الحكومة لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار الضرورية التي تحتاجها البلاد بشدة بعد سنوات من الحروب والفساد والإهمال فعلا بصوء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة